عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أوضح عبد العاطي أن الوزارة تسهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين قام الوزير خلال الاجتماع بمتابعة الموقف المائي بمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا وذلك لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالطرع والمصارف ونطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات وجه الوزير أيضا بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح